خلال أزيد من أسبوع على عمليتي طعن أسفرت عن مقتل شابين بمقاطعة الكسر وآدار النعيم في أقل من 48 ساعات وزير الداخلية محمد أحمد المحمد لمين دعا الجميع خلال زيارة رفقة قادة الأجهزة الأمنية لبعض النقاط في ولاية وقشط الثلاثة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والتحلي بالحس الأمني والعمل على كل ما يساعد في بسط الأمن والسكينة بشكل دائم وكيل الجمهورية بولاية وقشط الغربية دافع عن الخطة الأمنية خلال شهر رمضان بل وأكد أن المواكبة القضائية لها نجحت وحققت هدفها بشكل جيد وذلك تأسيسا بحسبه على معطايات إحصائية تمثلت في تراجع معدلات الجريمة بالعموم خلال الشهر المبارك عملية الطعن التي أذرتها الجدل بشأن الوطع الأمني تم القبض على منفذيهما بوقت مجيز حيث أعلنت السلطة الأربعاء إلقاء القبض على منفذ جريمة القتل بحق المواطن الناج والعبدالله التي وقعت بالقرب من دار الشباب القديمة مؤكدة أن الجان قام بطعن الضحية بسلاح أبيض على إذر الشجار وقع بينهما كما تم توقف العصابة التي تقف وراء مقتل المواطن ديدي والمحمد لماه بحي دار السلامة بمقاطعة دار النعيم فبحسب رواية الشرطة فإن العصابة الإجرامية تتكون من ثلاثة عناصر بينهم قاصران وقد اعترفت بقيامها بطعن الضحية بسلاح أبيض وسلبه هاتفا انتشار الجريمة التي تكدل صفو الأمن العام في نوكشوت والتي تؤدي أحيانا إلى القتل سجلت منها في ولاية نوكشوت الغربية بحسب إدارته الأمنية في شهر رمضان هذا العام ست حالات مرجعة ذلك لاستقطاب الولاية لمئات الشباب خلال ليالي رمضان من جميع أنحاء المكشوت بمناسبة تنظيم أنشطة ذقافية ورياضية مختلفة